رجعنا لحضراتكم ونكمل أسئلتكم المباركة ومعنا سؤال بيقول أنا ما بحبش أتكلم مع حد بطريقة وحشة يا رب نتم عليك الخير هل ده جبني مني؟ لا أبدا ده لطف وكرم وأخلاق ده من مكارم الأخلاق إن أنت تتكلم الناس كلاما حسن ده أنت كده يا سيدي وكأن بيقتر في فمك من شهد محبة رسول الله ده كان رسول الله صلم كلامه جميل رائع تجيله الست وتقوله يا رسول الله ادعوا لي أن أدخل الجنة قال لا أدخل الجنة عجوز فتزعل فتبكي فيقول له تعالي اللي زعلك أنت قلت يا رسول الله لن تدخل الجنة عجوز أيوة عشان أنت هتبقي صبية فتفرح فرح عظيم ما رسول الله صلم كان ممكن يقول لها السيدات هتدخل الجنة بس هو عايزة يخليها لبشرتين تدخل الجنة وكمان منتصبية كلام حل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فاحشا ولا متفحشا ونزاك إلا حاصل ده عبادة عظيمة اسمع عبادة القول الجميل أنا دائما أقول للناس إذا أراد أحدكم أن يذوق شهد القرب من الله فليحسن كلامه الشخص يحسن كلامه ده وكأنه يشرب من شهد القرب من الله ليه؟ هو بيحسن كلام للناس ليه حسن كلامه لأنه يرى الله إن الكلمة قبل أن تصل إلى أذن الشخص يسمعه الله فإيه اللي يحصل؟ فيفرح بها لأن عبده يريد أن يسمعه حلو الكلام لأن الله جميل يحب الجمال فالراجل يتكلم حلو ده بيتجمل لأنه يعلم أنه بين يدي الله فده حاجة مهمة أوي إزاي يعني؟ ده جبن؟ لا 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 ده رقي ده رقي وعلى فكرة الشخص اللي بيسعى للسلام ده مش جبان الشخص اللي بيسعى للسلام ده يحب صفة الله عارف لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم سألوه ده الرجل قاعد يقرأ الإخلاص ده يقرأ الإخلاص على طول فسألوا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تقرأها؟ قال لهم إذا أبوا فسألوه لماذا يقرأها؟ قال صفة الله قال أخبروه بأن الله يحبه يبقى الشخص ما تجوش على الطيبين ما تجوش على الناس اللي هم بيحبوا ينشروا السلام بين الناس وتؤذوهم وتتنمروا عليهم الراجل ده ما سألش السؤال ده إيه اللي بسبب التنمر عليه يا سادة بلاش كده بلاش بس في نفس الوقت الشخص إذا كان ما بيحبش يتكلم كلمة وحشة بس خليك متوازن خليك متوازن يعني إيه خليك متوازن خليك بتعمل كده وإنت طيب وإنت عارف أن أنت قاصد الكلمة دي لمرضات الله سبحانه وتعالى يا سادة احنا تكلمنا النهاردة في حاجة مهمة وما أظنش أن احنا ما يكون دي آخر مرة نتكلم عنها احنا عندنا خط وعندنا سلسلة خلاص ابتدناها في الكلام عن مسألة التنشئة بس كمان لازم نتكلم على الظاهرة اللي موجودة في مجتمعنا وهو عدم الاهتمام بتربية الأولاد زي ما تكلمنا عنها النهاردة هنتكلم كمان عنها مرة تانية لغاية ما نحس أقول لكم حقا والله بيكلمكم بأمانة لغاية ما حس أننا قديتي اللي عليها أحس أننا قلبي مطمئن لغاية ما الماء الراكد دا يتحرك أنا الحقيقة أخايف على أولادنا كلنا أنا صعيح أولاده يبتدوا يكبروا شوية بس أنا في الحقيقة كلنا محتاجين أهل نحن نعيد النظر في تربيتنا لأولادنا أولادنا أجمل ما فينا أحلى ما فينا دول سهرنا وأيامنا ولالينا فما أظنش أننا ممكن نبخل عليهم أننا نعبد ربنا فيهم يا رب اجعلنا ممن يعرفون أن أولادنا محريب عبادة لك وحدك وأننا ننزل عندك في مقاعد الصادقين إذا صدقنا في تربيت أولادنا الهبنا رشدك يا رب العالمين واجعلنا نحيا بمددك لنربي أولادنا على أنهم عبيد لك ونحن معك عبيد لك نسير في الطريق إليك جميعا مع أولادنا تتشابك قلوبنا لنقبل عليك ونقف بين يديك ونديم النظر إليك يا كريم يا ودود يا رب العالمين